شهد السوق النموذجي الحضري الجديد بمجمع خدمات الدهار بمدينة الغردق شهد توافد كبير من المواطنين والسياح الأجانب ذلك بعد أيام من نقل التجار إلى السوق الجديد كان محافظ البحر الأحمر عمر حنفي قد افتتح المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد تبلغ مساحة نحو عشرة ألاف متر تشمل المرحلة الأولى مائة وثمانية وأربعين محلا بمساحات مختلفة والمجمع مغطى بنظام كاميرات للمراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية متكامل عدد ربعمية وتمانية بكية دول علشان خطر ننقل السوق العشوائي الموجود في وسط مدينة الغردق علشان خطر يحسن من مستوى المعيشة أو التسهيل للمواطن أنه هو يقدر يتسوق بشكل حضاري تم بالفعل نقل المواطن البيعين أو التجار الموجودين في المنتصف مدينة الغردق المكان ده بجوار موقف السيرفيز أو موقف الميكروباس اللي هو بيخدم مدينة الغردق بكلها وده سهل كتير أو المواطنين أنه هم يقدروا يأخذوا احتياجاتهم من السلع المختلفة علشان خطر يتم عملية تسوق بالنسبة لهم بشكل حضاري ومشرف